أكد وزير العمل سمير مراد عدم وجود أي تغيير على صلاحية اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وأن أموال الأردنيين مصانة بموجب القانون التفاصيل في هذا التقرير تجدد الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجنة الاستثمار في صندوق الاستثمار حول الجهة المخولة باتخاذ القرارات الاستثمارية وطلبوا التوضيح المتكرر من الديوان الخاص لتفسير القوانين كان مثار جدل بين الأوساط الشعبية والاقتصادية في حين حاور وزير العمل خلال حديثه لبرنامج نبض البلد التوضيح إجا الجواب الرئي السادس من الديوان الخاص بأكد تماما الصلاحيات كما هي واردة بالقانون فما سوى أي شيء ما منح أي صلاحيات جديدة لمجلس الاستثمار هذا الجدل أثار مخاوف المواطنين حول مصير أموالهم في الضمان الاجتماعي وهذا ما نفاه الوزير ما في أي نوع من أي تغول من الحكومة على أموال الضمان الاجتماعي ولا يملك أي شخص القدرة على التغول على أموال الضمان الاجتماعي وزير العمل أكد عدم وجود تدخل حكومي في أي قرار استثماري في أموال الضمان يحق للحكومة أن تطلب من مجلس الاستثمار دراسة فرصة استثمارية أما لا تملك الحق ولا بأي شكل من الأشكال لا بالقانون ولا بالدستور ولا بالتشريع ولا بالآلية العامة أنه تيجي تقول لرئيس الصندوق أو رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه يعمل كذا وكذا وطمعنا الوزير المواطنين بأن أموالهم في أمان ومكفولة من قبل الحكومة عندك أنت ضمان اجتماعي قائم مكفول من الحكومة يا جماعة الحكومة التي تأخذ من حالها لو لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله صار ما صار ما الحكومة كافلة الحكومة هي المسؤولة الوزير لم ينكر وجود استثمارات غير ناجحة في الضمان الاجتماعي خاصة في القطاع السياحي ووجود تحدي في نجاح مشاريعه في البحر الميت فندق الكراون بلازا في البحر الميت كلف أكثر من ما كان متوقع وبالتالي العائد على الاستثمار ما عم بحقق وبالتالي عم بضرب الأرقام الآن أمامك حلين بتقدر تبيع وبتقدر تصبر منتقار التصبر إذن أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة وراء تخوفات المواطنين لمصير أموالهم في الضمان الاجتماعي فهل ستنهي جلسة النواب يوم الثلاثاء المقبل هذه الأزمة؟